هلو ماي دير ستريدنس أهلا بكل طلاب برايمر سري مكملين مع بعض منهج كوننكت للصف الثالث اللي ابتدائي الترم الأول من كتاب المعاصر وصلنا ليونت فور لسون تو درسنا النهاردة هيكلم لي على الأماكن على إيه بصوا البروبزيشنز اوف بلايس يعني حروف الجر هيكلمني عن حروف الجر نركز قوي في حروف الجر دي يا ولاد ونبص فيها بصوا هنا التلفجون موجود فين ركزوا كده في التلفجون موجود فين بين إيه؟ بين اللي تشير دا واللي تشير دا صح كده؟ يعني هنا إيه؟ بين بين صح؟ كلمة بين حاكتين دول يعني حاجة محطوطة بين حاكتين بين يعني بتوين بتوين بين بين معناها بين طيب يعني هنا المصباح اللي احنا شايفينه ده على الترابيزة على على معناها ان ان على معناها ان تمام هنا بقى الكرسي ده جنب خزانة الكتب دي او القبر ده ده سوري الدولايب يعني نكست تو بجانب نكست تو بجانب حاجة جنب حاجة نكست تو نكست تو طيب خلف بقى يعني انا عايز اقول ان البوككيس ديت المكتبة دي خلف الترابيزة خلف وراها بيهايند بيهايند تمام بيهايند خلف نكست تو بجانب بتوين بينة وقن على طيب تعالوا بصوا كده نشوف ايه مديني في اللانجوش بتاع درسنا النهاردة كلمة there is there is يا ولاد معناها يوجد there is اتي اتش هنا في زير بتتنطق حرف الزل خدوا بالكو اتي اتش هنا في كلمة زير بنطقها بساوند the there is معناها يوجد يوجد طيب لما اسأل حين واقول what is in the living room ماذا يوجد في الغرفة المعيشة وهارد واقول there is you got a television يوجد تلفزيون فين بقى جنب الايه الصورة اهيه جنب الايه جنب ارم اتشير فزير زا television نكست توزا ارم ايه اتشير تمام طيب تعالوا كده بصوا تعالوا نحل الاكتيفتي ده مع بعض كده بصوا هنا لو انا جيت قلت هنا يوجد ايه behind خلف خلف الايه انا عندي هنا ده الكوب بورد ده صح خلف الايه التابل يعني اقدر اكتب هنا ايه كاب كاب بورد اكتبه behind زا ايه بقى the table خلف الترابيزة تمام طيب لو قلبنا الصفحة بصوا كده how can you help at home ازاي تقدر تساعد في البيت يلا نتعلم نساعد بابا وماما بصوا helping your mom and dad درسنا ده هيعلمنا ازاي لساعدة ممكن نعمل ايه ممكن cut the vegetables cut يقطع يقطع زا ال vegetables الخضروات ممكن نقطع الخضار عشان نحضر ماما مثلا تكون بتعمل الصلطة واحنا بنجهز لها الخضروات ممكن كمان feed ذكاة يطعم القطة لو حدم ربي حيونات الهفة feed يطعم ذكاة القطة ممكن كمان والمفروض لازم نعمله make my bed make my bed ارتب سريري وكمان sweep the floor اكنس الارضية sweep yaكنس وfloor الارضية وكمان sitza table يعني اجهز المائدة احضرها احضر الاطباق المعالق كده فدي كلها حاجات اقدر بيها اساعد ماما وبابا صح كده طيب بصوا كده هنا هنا هنلاقي activity كده بيعني احنا نوصل به هنشوف اول حاجة اسمعوا وقولوا لي اي صورة تمام يلا افتحوا هنا وقولوا sitza table ها يجهز المائدة اي صورة من دول ها 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 فين انا لقيتها اهي يجهز المائدة وهكتب عليها رقم وان وهوصلها طيب تاني حاجة play video games بيلعب فيديو جيم فين هنا اهي رقم 2 اكيد الولد ده وهوصلها بس وكده مش بيساعدهم بقى باللعب طيب sweep the floor يكنس الارضية طبعا الولد ده وهوصلها make my bed فين ها make my bed بيرتب السرير زيز طبعا وهوصلها وكمان فيد زكاة يطعم القطة اللي هي دي طيب turn the page هنقلب الصفحة وهنحل اول حاجة مع بعض عندي three sentences ثلاث جمل وعندي اربع صور وبيقول لي وصل من كل صورة بالجملة اللي تناسبها make my bed ارتب سريري اي صورة make my bed على طول على طول هكتب دي صح؟ هنكتب عليها رقم وان طيب sweep the floor يكنس الارضية برافو عليكم شطرين زيز طب فيد زكاة يطعم القطة طبعا هنا طب يلا نشوف دي look and complete انظر وكمل مديني اربع كلمات ومديني اربع جمل واربع صور يلا بينا نقرأ الكلمات sit يجهز بتيجي مع التابل طب ادور فيها كده تعالوا ندور كده اه ده فيه تابل اه وهنا الولد هو بيجهز المائدة يبقى اختر sit هنا اكتبها هنا تعالوا كده نكتبها حط عليها circle عشان افتكر ومنساش او ااخدها تاني هكتب sit s e t كتبتها طيب الكلمة التانية help يساعد help اخترها فين ممكن اقولها اهي i help my mom at home انا بساعد امي في البيت يبقى اكتب هنا help طيب هنا cut cut يقطع بتيجي مع ايه مع الفيجيتابولز يقطع الخضروات يبقى هحط circle على cut وهكتبها مع الفيجيتابولز i cut the vegetابولز وكمان bit لما هقول i make my bit سريري يلا بينا نروح لإكسرسايز رقم 3 read and take true or false اقرأ وحط علامة صح او خطأ اول جملة عندي there is a lamp on the table يوجد مصباح على التربيزة هل الصورة بتعبر فعلا عن الجملة لا المصباح ده جنب التربيزة مش عليها فهعمل false وكمان i feed the cat انا اطعم القطة ها طبعا الصورة بتعبر عن كده لان الولد ده فعلا بيطعم القطة فهتبقى true كمان there is an armature next to the cupboard ايوة فيه armature فعلا جنب الكاببورد وهعمل علامة صح بصوا بقى للسؤال ده اللي دايما بحب اشوفكو عارفينه ولا لأ write a sentence under each picture خلي بالكوا السؤال ده مقدما انتو تعرفوا بعد كده لما في مراحل بقى عالية كبيرة اكتر بقى متقدمة هتعرف تكتبه الباراغراف بسهولة لازم اعرف الباراغراف عبارة عن ايه عن جمل شوية جمل بكتبها اول حاجة ده ايه بقى بقى ذا فيجيتابولز خضروات اكتبها ازاي على فكرة سهلة بصوا فيه بيه حرف البيه فيه كسرة حرف البيه ج ج حرف ج ج ج ايه ت ت حرف ت ت ايه مد الالف حرف ايه ب ب حرف ب ل حرف ال و اي و اس طيب البنت دي بتعمل ايه؟ بتكنس الارضية صح؟ قادر اقول انا اكنس الارضية يعني لو انا بنت هقول اي سوي بق اكنس سوي اس 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 وي وي حرف الصوت الساوند الو حرف الو سوي اي سوي اي تاني سوي بق بق اهي انا اكنس طيب الارضية ذا فلور فلور انا اكنس الارضية طيب تعالوا بقى لسؤال البنك تويشن هنعمل سؤال البنك تويشن ازاي؟ اول حرف طبعا طبعا اكتبه كابيتل حرف تي طب وفي اخر الجملة هعمل فولو ستوب علشان دية جملة وهكده يبقى خلصنا درسنا النهاردة اتمنى انتوا تكونوا فهمتوا اشتركوا في القناة